السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل المشتركين عندي وكل بيتفرجوا على الفيديو الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله بيتكلم عن منصة واتشت انا في اول رمضان اللي فات حبيت ان انا اغير يعني من موضوع التلفزيون من موضوع الدش التقليدي يعني انت تقعد تفرج على مسلسل وتستنى الاعلانات وتلتزم بوقت معين ضيع وقتك بقى ان انت لا ده انا الوقت الفلاني ده مش هينفع اخرك فيها عشان كذا او عشان كذا او عشان كذا كده يعني فيه ناس بتبقى ما بتبعش اصلا اي مسلسلات خالص في رمضان بس طبعا رمضان الفات ده كان استثنائي يعني الناس كلها قاعدة في البيت وطبعا فيه وقت الحمدله كان فيه وقت كبير جدا الواحد يصلي التراويح وقيام الليله القرآن وكده وفي نفس الوقت الواحد يتفرج على مسلسلات يعني بس نبدأ بقى مع البرنامج طبعا انا دخلت عملت سيرش على اليوتيوب علشان نشوف المحتوى بتاع الواتشت ملقتش اي حد كاتب اي حاجة ولا هعمل اي فيديو ولا كده ولا موضح هو ايه والاسف الشديد البرنامج نفسه ما بيدكش اي وقت ان انت اي فترة تجربية ان انت تجرب فيها البرنامج على اساس انت تقرر هتشتري ولا هتشترك معهم ولا لا فقلت عمل الفيديو ده ان انا افيد الناس اللي حابب يشترك فيه مش دعاية يعني بس مجرد فيول المحتوى بتاعه اللي حابب يشترك فيه بقى تمام اللي مش حابب برده براحته يبقى عارف هو في ايه ونفهوش ايه وكده انا جيت في رمضان الفات روحت مشترك الاول على عفونا اشتركت الاول على شاهد لمدة اسبوع شاهد منصة كويسة برده ولكن مش موجهة اوه للمصر يعني فيها حاجات مصرية فيها مسلسلات مصرية فيها كل حاجة بس المحتوى بتاعها كتير اوه فيه حاجات غير مصرية يعني خليجي انا بصراحة بيحبش الدرامة الخليجية فيه ناس طبعا بيحب حاجات كده فيه ميزة انهية ان انت ممكن تتفرج على حاجات لايف زي الان بي سي جروب وكده ولكن دي مش شافها ميزة اوى يعني زائد الميزة اللي هي الميزة الصح ان انت بتقدر تفرج على حاجات مش عال vip ولكن محتوى للحاجات اللي مش vip قديم وقليل واعناك كتير جدا بعد كده بعد ما الاسبور بتاعها خلص في شاهد اشتركت على osn فكرتها برضو نفس المنصات بتاع تشاهد وواتشيت وكده ان انت بتفرج على فيديوهات عادي يعني اللي هي اسمها vod video on demon لكن للأسف ملقتش فيها لحاجات live اللي فيها حاجات vod مش المسلسلات بتاع السنة دي يعني مسلسلات السنة دي مكنتش متزاعة لها vod كنت تفرج عليها على قناة مثلا osn drama مش عارف ايه الحاجات دي كده ART حكايات فعلى ايه يعني زيها زي التلفزيون فروحت مشترك على الواتشيت الاشتراك كان في رمضان ب14 درهم للشهر وكانت ثلاث شهور ب27 درهم 28 درهم حاجة زي كده بعض رمضان غلوها المهم المحتوى بتاع الواتشيت زي ما انتشايفين كده ديت الوجهة بتاعت البرنامج في الاول خلص بيجيبلك المحتوى اللي هو زي ما تقولي عني اللي هو Tinder يعني وبعدين يجيبلك افلام العيد بما انها حاليا في ايام الايد مصرحيات العيد رمضان 2020 برامج عاد الامام زي ما انتشايفين بعدين القايمة اللي جوه بقى مسلسلات المسلسلات بتاعت 2020 معظمها كان هنا ولكن مسلسل زي لعبة النسان مثلا ما كانش بيتزع عليها ولكن المسلسلات التانية البديلة كتير جدا يعني اجتماعي هم دي تقسميتهم يعني مصرحيات كلاسيكيات كوميدي اطفول اكشن هم اسمينها يعني بالشكل ده رومانسي سيرة ذاتية جاسوسية فوزير 2019 مسلسلات بتاعت 2019 كلها هنا اللي طبعا السنة الفاتة متفرجش على مسلسل كده ايام وصهرات تلفزيونية انا مدخلش بصراحة اللي على المسلسلات اللي هي بتاعت 2020 كانش في وقت الحاجة التانية وبعدين الافلام في برضو مكتبة كبيرة من الافلام ومقسمينها برضو بنفس التأسين كده اللي انتو شايفينه قدامكن في افلام قديمة برضو هوا هنا جبنا كل الافلام مش كلها جديد يعني ان هي جديد جديد يعني ممكن اجدد حاجة فيها من 3 سنين ولا حاجة لا الممر جديد بس الممر اريد ازاع التلفزيون يعني زي ما بقول كده مش كل الافلام جديدة يعني عندك كذا بلانكا مسلا المفوض ان هو نزل HD عندك اولاد رزق اتنين الفيل الازرق واحد واثنين مش موجودين هنا تمام يعني من 3 سنين تقريبا بعدين عندنا البرامج مش كلها برامج حلوة بس فيه يعني ممكن تستفيد يعني الارمط هنا كان فيه برنامج اللي هو بتاع الشيخ الطيب برنامج جميل جدا برضو برامج رمضان كوميدي اجتماعي وتفر يعني عفا مسرحيات مسرحيات بقى تلاقي فيه مسرحات كتير مسرحيات متجيش في بالك يعني قديمة ومسرحيات مفتقدينها بصراحة وبعدين رياضة 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 طبعا الدولي المصري انا ما تفرجتش برضو ببعين الكرة كلها واقفة اصلا اليمين دول فانا ما تفرجتش على حاجة فيه المهم ده المحتوى بتاعه طبعا انا وانا بتفرج مش بتفرج على الموبايل عادي انا بعمل كاستنج على التلفزيون العلامة اللي فوق دي اللي هي علامة الكروم كاست تدوس عليها وبيروح مشغالك على التلفزيون وبالمناسبة سرعة النت عندي مش واوي يعني انا بص اعمل لك تستا اهو كان طالع تستا قبل شوية يعني عادي مش محتاج انت نت عالي قوي علشان تشغل عليه وما يكونش بيقطعوه ففي رمضان ماقطعش معي الا ممكن مرتين تلاتة وحاجات بسيطة يعني دقيق معدودة بس تمام الكاست بقى بيبقى عندك جهاز اسمه كروم كاست بتوصله بالتلفزيون اللي هو ده جوجل كروم كاست بيجيبه لوحده يعني حتى لو التلفزيون بتاعك مش سمار تيفي ممكن تشغل عليها الكروم كاست ده زي ما انتوا شايفين كده بتركبه في الـ وتركبه في الـ وتركب التانية اما في ادابتر شاحن يعني عادي اما بتوصله في الـ بس بيشتغل عندك كده هذه الواجهة بتاعت الكروم كاست بتيجي بقى على البرنامج نفسه بتعمل كاست كاستو تيفي كاستو تيفي بعدين اي حاجة هذه المسلسلات اللي كنا بتفرج عليها رمضان فرصة ثانية نأتي لك هنا كده عندما استعدم تأخر ترجع على البرامج نفسه نتقدم فرصة ثانية فكر انها مش نسين والفرصة ثانية نزلنا وهو من صلح بس كده يا جماعة وللغاية هنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا واتمنى اكون فدتكم وان شاء الله انا هعمل فيديو تاني على اجهاز تاني خالص والاشتراك تاني خالص خالص اللي هو اي بي تي في بصراحة انا بعد مرمضان خلص كانسلت الواتشت ما جدتوش تاني او قدامه يومين تلاتة كده ويخلص الاشتراك وبعدين اشتراكت على اي بي تي في هعمل لكو فيديو تاني ان شاء الله على الاي بي تي في والخصائص بتاعته المحتوى بتاعه بالضبط المحتوى السيرفر اللي انا مشترك عليه يعني عشان بيبقى فيه سيرفرات كتير جدا وهتلاقوه بصراحة حاجة جامدة جدا وهتلاقوه اوفر بكتير كمان من البرامج دي كلها ولكن برنامج واتشت جميل جدا 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 تجربتي معاكت كويسة جدا مفيش تقطيع مفيش 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 حاج كتير يعني بتحصل غزاية الاي بي تي في الاي بي تي في دلوقتي عاوز سرعة اكتر من اللي عندي كمان نشوفك على خير ان شاء الله والسلام عليكم